موزيك فم تبع الموجة شو كل واحد عنده عشرين دقيقة ولذي 100% ترجع لنا في موعد آخر دونك اليوم حابوا نتعرف عليك أكثر محمد عبو سؤالي الأول بشيكون حول شخصك هل محمد عبو يحمل غضب أو ضغينة على الدولة هل هو المترشح اللي قاوم بن علي اللي خيط فمه اللي في وقت من اللوقات استبسل نظام بن علي أنه يقاومه هل اليوم يحمل غضب أو ضغينة على الدولة التونسية ما هي الضمانة أنه غدوة محمد عبو يدخل لكرتاج وقت يقوم بالإزار بيتراج متاعه ما يقومش بهم وهو غضب على كوادر وإلا على الدولة وعلى المؤسسات وإلا هو حامل حق الدفين في وسطه عندي الأدلة على ذلك أول شي فكرة الدولة في حد ذاتها رأي حتى قبل الثورة تعنيني بشكل كبير مشكلة مع نظام للسبداد كونه نعتبره نظام غير شرع هذه الأشكالية فاش ويخرج عدو الصور هذا هو مش منطقة دولة ربضينه تماما بعد الثورة نحن نذكرك بحقائق أول حاجة ساعة من دفع عبر وسائل الإعلامي ذو اللي حتى معك أنت في قناة أخرى حكيت مثلا فيما تعليق بالأمنيين مثلا اللي هما كانوا الأداة الأولى مش الوحيدة ولكن الأداة الأولى اللي القمع من تنظام بالعلي شا قلت قلت رموز السباد رموز التعذيب سمحني ورموز الفساد قلتش الأمنيين كانت فيما ناس خلين الوقت ذاكت ونادي إيجا نغيره كل شيء ذاكرك بالكلامة ذايرة مهم جدا وبالمناسبة كانت ضربوا هما وقتها وتنحينا الجهازة ذايرة ضربت الدولة وربما ما بقاش نظام ديمقراطي غير هذا ذاكرك زادك كونه في سنة 2011 وقت طبقة سياسية 99% منها وحتى الحقوقيين وقاسية القانون الدصور يضلل كلهم وقت حذرت في ندو نقام كلهم ينادون بإلغاء العمل بالدصور أنا كنت عندي سيناريو معين قلت نقح بعض القوانين ونواصف الدصور تحت 50% بلشا ناس كانوا وقتها مستغربين اليوم فهموا عنيش شفت الأزمة اللي صارت في المجلس السيسي الأخير بالعكس أنا مع بقاءة دولة وتتغير قوانين ويتغيروا الأشخاص المنحرفين وش مكرهم الدولة سواء في النظام العلي ولا بعد في الفترة متع الحكم 2012 أرجع المشور اللي أصدرته أنا من فيحكم من هو منحرف ومن هو ليس منحرف بكمالك الفكر حسب رأي حسب معلوماتي مش مش حتى رأي ولا حقيقة حسب معلوماتي اللي أنا نفق فيها مش هذا الموضوع بكمالك حتى في 2012 في تجربة حكم مش تسأل أنت المواطفي اللي معايا ثم رموز تعفساد جيمي لفقوا دايما وبدأ لي دايما دايما ديما دير عمل لجمش يناجب يكون في الوظيفة حتى القضايا ياخد قراره هذيش تتصرفت ومش بالقمع ولا اللي يحكيوا فيه خاطر برشة حبو ياتيون الصورة دي بالعكس أنا وقتها خرج مشور قلت اللي قالوا لهم ديجاج قاعد يفيد داره يبعثوا له الجرائد والبنوات على السنوس ويخلص وقاعد في داره وربما يكون مظوم يكون يعمل حاجة قلت أذوما يرجعوا مع حماية كرامتهم وبما أنه فما شبه يفتح ملفهم شوف كان عنده ملفات زعمة ثوريين والكل كيفش ترجعوا ما عندي يجليل عليها يا رجعش وخلصوا قاعد في داره معني بالعكس مواقف الكل ما تدلش على حقد حقد شنو ما عندي حتى حقد لا لا ما الحقد سواء مشروع على اللق ما حق ما عندي حتى حقد على حتى حد بالعكس انتي هكتشوف حتى مع خصومي معنى أنا راني يملوا مني برشة ناس مثلا كنا بدأ نحكي نقول أطراف يدفعوا فيه مش نقول فلان وفلان وفلان نحمي حتى كرمت ابنائهم أنا كم نسميهمش وفي ظروف أخرى كان عنده قضاء يحترم نفسه وقايم بواجب وإلى أخيره ومستقل وعنده الإمكانيات إلى أخيره أنا ما نحكي على الفساد أصلا مش دوري كسياسي لكن الله غالب هذا وقع تونس خلاني نحكي لبعض حالات هات نحكي شوية على التجربة مع السبير السبير وقت اللي تخل المؤتمر السبير تقييم موقفين في السبير موقفين في السبير عبر طريق لكن مهم لرغم أنك استقلت لبعض لكن مهم المفاوض داخل الترويكا طلبنا وزارات وقت عادل وداخلية وقلنا نحنا حكينا ياسف الحملة الانتخابية على مقاومة فساد على حماية حقوق لنسان وانسان بشي بشي خاف وإلى آخري قالوا لأي قلنا بو ما بشي صوتو لكم أنا هذا شخولت باسم الحزب صوتو لكم أما صوتو لكم خاطر حشيتنا باستقرار لبلاد أما رانا منشو نحكم معكم هذا رأي خاص كنت أرجع لحزبك حزبك عنده مؤسسات تاخد قرار فيه تاخد مؤسسات اللي فيه قرار وليوم ورغودوا منشو نزيد عليهم وما اللي ولشت أرجع لطول المفاوضات وقبل قبلنا قبلت حتى في موضعيتي أنا معنا مش أكون معهم وفي وضعية قبلت تخلت الحكم رانا داخلين معاكم اللي يحبوكم انتو ما مش يحبونا نحنا لكن ما وش يصوتون لبش يصوتون النهضة روما بعد ولي أكرهوكم رو بش يكرهونا المجرد كانوا حتينا اللي تفليدة معاكم رانا يفهم لي حد توانسة هذا ما قلتو حرفيا لقيدات النهضة في عالم السواء نحن كانوا مشيش حد يتصور نحن تزدمنا من بعد معروف لنحن بش نضربو بس لاحة البلاد وقتها تقتضي مهم أنو نعرفو اليوم شكون يمشي يحب ولا يتطلع للذهاب أنو يكون رئيس كل تنسية محمد عبو اللي قاعد تقولي فيه الهناء هو أنو انتوما داخلين في الربح خارجين من الخسارة على أساس أنو إذا كان ننجحنا ننجحنا لكل مبعضنا ايه قلت العكس لا قلت العكس انت قلت العكس انت ما فهمتني شما عاود لي ما لمساش لا لا قلت قلت لهم اللي حبوكم بشي حبونا أما بشي صوت لكم بكم توم اللي بشاكرهوكم يا نهضة وبرشي يكرهوكم رأوا بشاكرهونا المجرد كانوا حتين اللي تفليد معكم لأنا ما تخناش معكم لأي مصحة خاصة ونزيدنا عطيك جملة أطول معناها وهذه يشخلت لهم بالضبط لأنا نتخنى معكم خاطر حشتنا بالسقرار البلاد في سنة 2011 كيف كانت التجربة مالا بصفة عامة لكن هندستها زادة لكن هندستها زادة غدرتها صحيح لكن كنت من مهندسيها ولذان حب نفهم اليوم هل تجربة هذية لقادة تونس ومبعد قادة تونس صروا لمدة طويلة ولمدة مهمة جدا قادة توصي مدة سنتين سنتين وشهر وش لكن ملا سنتين ملا سنتين كانت في قلب الثورة ومن بعد وفات بعرس اسمه الدستور الدستور اليوم قعد هو بيدو يقود اللعبة ككل ولذان فترة مهمة جدا في الفترة هذيك صار كلم على أنه فما تساهل مع قوى متشدة وأنه تساهل مع السلفيين تساهل مع قوى ظلمية من بعد هذة تسلاح على تونس هل كانت تجربة الترويكا مخطئة في ذلك لا أنا طوى في الفترة دي ما نجو بكش على الترويكا رأيي قولت عليها أنا بش نجو بك على رأيي أنا داخل الترويكا رأيي أنا داخل الترويكا لا لتسيب ولا لسكوت على أي طرف خارج القانون أول ما نتحدث عن السلفية في البلد هذه بعد الثورة خطر قليل يعرفوا مشكلة السلفية وما خطرها السلفية الجهدية طبعا هو أنا وفي حتى بهي كثير معناها من الاجتماعات حتى في الفين وحدش وقبل ما انتبلح حتى حلو بيت نحكي طبعا نحكي لي فما حالة بتاعتها سيب أمني اليوم رأيي بش تسمح بظهور ناس كانوا مقموعين في عدب علي تو فرصتهم تسيبت البلاد بش يستغلوها فاهم مش كون بشي أفرح يقول لها وقاميسي ولحتي وصلاتي مضربية حتى حد وذي الحرية فاهم يحبوا دي ما تضرب خصم مباركة ما هو كياه بطي يضرب مولوتوف بوليسية ولا يسكر كيس مدام مو السلفين عادي هولئ لا أنا كنت معت تطبيق القانون على الجميع وليا ما كانتش سر رأي كنت نقول فا عبر وسائل علامة غشو مني برشة ناس القانون يطبق على الجميع طبعا أخترهم سلفية خطريز وسلاح مش موضوع نقاش هذاش كنا نقوله في 2012 خليليني في موقفي أنا مش في موقف غيري تساهلوا معاهم قزنين ولا خايفين حب نعلمك حتى حكومة 2011 تساهلت معاهم أكثر من حكومة ترويك تزنيش في نحكي عن ترويك لا بيجابيات لا بسلبيات أما للتاريخ تساهلوا معاهم رواه في 2012 حتى لضربة سفر الأمريكية وقتها خافوا تبدلوا بغدولي والأمريكان وكذا أما نحب نعلمك زادة حتى في 2011 رواه تساهلوا مع سلفية ضعف الدولة خليهم معندهم ما يعملوا دل على قراءة بسيطة وهو الأصل خليهم صلي وجامع الأخيري تفك لي جامع الدولة تبشي لك تمنعك تفك لي كيس مغير احترام القوانين كيف كيف تعمل لي خيمة أنا مرخص فيها ولا قاع علامي بها مرحبا بيك بتقول لي براولي أنا هذا رأي ولي دفعت لي عبر وسائل العلام وفي السر داخل الحكومة طبعا مش بشي قعد نحكي مش كنا شو نقوله في الداخل أما ها نقول لك بكل وضوحهم ويسمع فيها وهذا كان رأي بل رأي ما تسمع لحد أحد بشي تسيب حتى نهارتي صارت متعمل نوبا معناها والاعتصام في مكتب العميد متعدي تلاحظ الوزراء زيدة مع عائسي عبد الرحمن لدغم ومشينا رئيس حكومة حكينا معاه ورحقيقة وزيدة قال أنا مازالكي بعتنهم من الأمن وقوم بأجب يعني موش من نوع لنجم نتساهل لما أي طرف يخرج على الدولة عندما أكون في السلطة أما كيقول لك كاكا مش معناه نحكي لأنتي هكيد حقوق غسان ولا القمع الغير مبرر نحكي لحد الضروري للدولة بشيكون دولة محترمة بشيكون دولة محترمة تبق قانون على الجميع يهمني أني نتفعل معاك على تجربتك في الحكم تجربتك في الحكم ما كانتش طويلة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالإصلاح الإداري من 24 ديسمبر إلى 30 جوان 2012 في حكومة حمدي جبالي من بعد الاستقالة من الوزارة ومحاربة الفساد أنا الحقيقة نحب نفهمها شوي معناه نفهم تحفظ محمد عبد وفي وقت من الأوقات اللي مفسر الناس مليح أنت تقول تعود أسباب نسال أنت تقول تعود أسباب الاستقالة إلى خلاف بخصوص الصلاحية الموكلة إلى سلب الوزارة إضافة إلى أنه تقدم بمشروع جهاز الرقابة لم تقع المصادقة عليها شنو صار بالضبط هو اللي صار هذا بالذات رأوا الناس يقولوا معناها فما تحفظ ما فماش تحفظ نهار 30 جوان من البيروية نفس النهار كملت أمضيت أكثر ممكن وثائق معناها بتعرض مصالح موظفين وغيرها اللخ لدقيقة 90 نفس النهار بالضبط غادرت الوزارة تصارفية زوجتي بسيارتنا غادرت بشيط طول المقر الحزمة أي وقتها صحافة سنفي خطر علمته عن ندوة فهمه دو كويساجي اللي هو استقال أكيد جو برصحفين وقلت اللي يزم يتقال للكل وقلت لسيادة صحفين قبل ما تغادروا بالليل عنده سولح بيسولو فما خبيتش قولي من بعد في اليوتيوب جاءوا ناس فسخواه ولا غيرها هذك أمورهم ما ما عندي في الصفحة نه مش رشانا نحن اليوم في 2019 وماش نسبق رئاسي وهذي تجرب يدخل صفحتي هو اللي صار كونه تفقنا في الترويك على صلاحيات معينة حكيت كريكا موضوع داخلية وعد اللاب رجعنا لبلون بي بذلك قرار حزبي بشتشارك شاركنا فحكينا هو وزير كده وزير كده وزير كده ووزير يكون مع سيحة ماد يجبالي يكون جوريست هكا تصورت البروفيل الاخيري وتصورنا كونه يكون زيد أقريب منه معنا هو يساعد الاخيري يكون عادو تأثير وطبعا تفقنا على الصلاحيات يكون هو لاهي بالأسلاحات لدارية ولاهي بالوظيف العامي وبمقاومة الفساد مهم أنا مثلا كجي وقالولي عمل فيه مثلا أسلاح لداري فقط نجي بالبروفيل آخر علشانا بالذات حقيقة فما ناس ينجي وكونوا خير منهم وقدش حسيت أنه فما لا مش حسيت بعد ثلاثة سباعة فقط هزيت حكيت مع الموظفين بتاعنا خدمنا فهمنا شوية حكينا شوية حذروا ذورت الحكية مش حذروا ما حذروا مش خاطر قالولو يا جماعلي حذروا واتفقنا معه أنا اللي نعرف هنا هو أثر قال لي أنا كل الحال ما في بليش بالتي في قضية ما يلزمنيش واستقلت بعد ثلاثة سبية عروا شديد دارية نجي مش كامل معاني سوى الحاجة ثقة تكسرت شو اللي قلقك أصلا في كونك تعطي الواحد صلاحيات متاع هي متاع مراقبة المصال الحومي معانا تشقوم بعمل بتاع رقابة تتفقد تدقيق الاخري شو اللي قلقك شو اللي اعتبر حمد يجبال اللي باكن هو بشوت أنك اندي بسدخل في صلاحيات وهو تلاخل علش تاريخيا عمرو موزير أول في الوزارة اللولو وذي ثبت من الكبار المواطفين الوزارة اللولو جاء نهار تلهاب الهيئة دي ولا عطاها إدر مأموري عمرو مأطاها مصارتش في تاريخ خاصة طور رئيس حكومة وعنده صلاحيات أكثر مش لايه بالمورة ذي ثنين هو عاطي صلاحيات ذي المواطفين أخرين في الوزارة اللي باكن الوزارة ما ياخذهش وفي مرحلة بعد مش توش عليك برش لا مش هلش مهم 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 مش نفهم على كل حال شماح محمد عبو على خاطر اليوم طيار ديمقراطي يحمل شعار بعد ثلاثة سابعة مش تخاطر معندي الصلاحيات شو مش قادر مش قاوم فساد بالتلافز أنا قتلوا رئيس حكومة وقتها قتلوا قتلوا في الاجتماع قدم الوزارة لكل رأوا ناس قاعدة جيني بتقارير ومعلومات إلى آخرهم يعتقدوا فعلاً كانوا عندي صلاحيات أنا خاف لنهار يكتشفوا كانوا عندي صلاحيات الناس قاعدين يتعاملوا معنا بسلطة معنوية يروا فيه في تلافز نهار تليفهم ولي انتي ما عندك شو طور يتعلم تح ديسبلين تتضرر الدولة خليك منيانا كأشخص أنا هني خرجت ما هيش نهاية العالم وفينا المو اللي قاعدوا غاد يش عاملهم وخرجوا ما تردينهم بعد بوهم مشاكل كبيرة غاد طال المضلوم بضعفهم تاحهم زادة في جزء منه بخطاوهم من اللي تحب انت لا لا كل وضوح قد تكبع ثلاثة سابعة جاءوا ناس معنى من القيادات حركة نهضوا دخلوا بيناتنا وترجعوا رابش اعطيك صلاحيات كي رجعتنا قاعدها تعليمات كونو الوظيفة العمية تابع الوزير السلاحي داري هذا يطلب من الطلبات دكو أما الهيئة تابعة فساد أنسى وخطر فينا المو رابعط لي باري كري اللي هو ما زال عندي يكري منه رابه هذي مش موضوع اتفاق وما راش وانا مقتلوش أعطيها رابل صلاحيات الوزير مقتلوش أعطيها كان هذا تقريبا إلغاء تام للخطة معنا لا لا الخطة مش نحمل نوضح لك حاجة فايز وقت انتبالها أما في النقطة هذه بالذات رابه ما جيش قال لي ما جيش خطله خطر نعرف الرجل ما تقلق الهيئة مش نازمة تعطيها لسلطة وزير الإسلاح لداري لا خلها هي تحت سلطة رئيس الحكومة أما وزير الإسلاح لداري عنده سلطة الإذن بمؤمورية تقرير ولا تدقيق باختزار حرفيا قال لي جيب لي أنا صح في بلاستك تنشا مش تكمل مع ناس واحد قال لك كلمة كما ذيك تزيد معها درجة تزار دجار قاعد ضحي قال لك لما ذيت قال لي في بداية مياه عندي قانون ناس تحب تخدم أروحها في البلاد بطالة دون كزم العدي عديت وتفعت علي في المجلس وتعدى والحمد لله وعندي جملة من القرارات لابد من اتخاذها اتخذتها أكثر ما يمكن كملت من المشاريع اللي قدامي وخلي تغييري من المفروض وواصل غسلتني إلى حاجة أنت يتوق في الموضوع عديم تاعة الاستقالة شوف الصلاحية ذي الصلاحية أنت يعني محمد عبو ما يقومش ويسلم فيس لا نحب نعود لك حاجة باش نعطيك حجة فضل منافة في جمعية فك في صلاحيات عمرك شرية أنت أمر اصدر ينظم وزير صلاحيات وزير السلح لدير عمره مصدر أرجع على الدرس وتما تقهوش ما تجمش تعمل صلاحيات وحدك هكا تقول رأي تقوم والله انقررت بش تعمل صلاحيات مديم رئيس حكوم محبش هتنعمل صلاحيات واحد خليني من الانتباع الانتباع عند ناس ما طرفش سيد اسمه محمد عبو اتفاضل سي محمد انت بسي بير خل صلاحياتك وبره اخدم نحكي لروحي في موضوع برشة ناس تحت حملة متعة تشويه ولو يعتقدوا بالفعل كانوا واحد من نشبشي قاوم الفاسدين لابطل الفاسدين كانوا ضعاف قدام الحكومة الفاسدين كانوا يجيوا ويعترفوا ساعات الفاسدين كانوا يجيوا ويقدم روح ويعرض خدماته الفاسدين اللازمة انه يمكن نقضيه عليه شوية من اللي ونبعد عظم فما ناس داخل فما ناس داخل تروي كان مصد حتها في الفاسد كانت حب رأي الخاص وهذا مش جاي اليوم نحكي فيه خطر قرب تنتخبات اللي غالب الناس متحبش تسمع رأوا المعركة على موضوع الصلاحيات تتعلق بكون عمره مزر أمري وضح فيه صلاحيات وزير السلاح اليداري فكان علي أنه غادر فما صلاحيات فكيتها واحد اللي يحكي طيو يعطي في دروس عمره مقرأنا القانون اليداري ولا معلالاته السوري ولا غيرها يتصور هكي كون ناجم يفتي رأوا وزير موش عوضو في جمعية فك في صلاحية من رئيس الجمعية هذه رأي دولة ومنظمة بقوانين فما شيء ما تجبش تعملها إلا ما يجي يكون عندك أمر يزرلك إذا ما زرش لمر ذي ما تجبش تعملها غير هذا كونك باع بلغت القضاء ولا علامة التفقوديات ولا مشي تفقدت حضور الموظفين دون نص قانوني هذا فما تأوي لنص سمح لي بذلك وقمت به خلافة لما التاريخ البلد كله مجال شنهار روش كون أخلاقها لجهزة داية الداخل إدارة عمل وظيفة عمية قال لي مشيو معناها نتفقدوا حضور الموظفين أنا عملتها عملت في غياب النصوص في انتظار كونه تزر ما صدرت شي هزيت روح يمشيت أنا لنجم يقولولك خاطر ما فيماش حاجة كي ما يدعي والبعض ما يقاومش يناضل شو تقاومش ناضل الأصل ما عاش فما ثيقة بناتنا كي تقعد للبر أخير وكي قعد للبر أخير على الأقل في مقاومة الفساد هيت نمشي لحزبك حزبك يرفع شعار مقاومة الفساد وبقوة يرفعه بقوة اليوم أي إليات لمقاومة الفساد إذا كان غدوة أنت رئيس جمهورية وأي تعاتي مع حزبك ولا أي تعاتي مع قوة قد تكون موجودة غدوة في البرلمان نجم القروح محمد عبو إديم كتف طبعاً اللي داخل على منصب رئيس جمهورية يزمي فهم صلاحياته جيد جداً كونه كثير من السيد العالمين دوي ينتبهوا لموقتة الصلاحيات ويصلحوا لبعض المرشحين رأوا جزء مش جزء هو مقاومة الفساد أصلاً رأوا دور الحكومة مش رئيس جمهورية واضح إلا إلا في حالات يزمي نسفهمها اللي هي لا قدر الله السيناريو الأبشع لأخي قلتونس هو كونه رئيس جمهورية يجي يحب يفرض احترام دستور قوانيين دولة محترمة ولا يتدخل في الاختيارات على الحكومة في غير مجالته الثلاثة اللي هي معروفة الدفاع الأمن القومي والخارجي يجي يقع لا قدر الله دي ما سيناريو ما يتمنهوش بالكل معناها يقع حكومة في السياسات اللي موجودة اليوم حماية الفاسدين والسفادة منهم تبعث الأشياء وقته يرجع يولي عنده دور لأنه الدستور جعل منه أسر على احترام الدستور مش معناها قاعد في القصر يتأسف ويتألم وكانه في جمعية أكيد مش يكون عنده دور وقت النجم نحكيه على صلاحية رئيس الجمهورية ونحكيه على سلطة النجم يعمرها ويأذن لها بكون تقوم بدور معين في احترام دستور مثلا والله يشوف السيناريو هذا خايب جدا ما الحق كالصحافي تقول أعطيني جل سأول حاجة اللي قاموا الفاسد في الآخر سأعن ذكرك حاجة عنده هيئة رقبية تبعته رئيس الجمهورية اللي هي ما تقومش بدور رقابية لكنها تنسق بين الهيئات الرقبية الكل اللي هي الهيئة العرية الرقابة الإدارية والمالية وجودها ببداية تسعينات بتقوم بدور رقابية هدايا مسألة مهمة غير هدايا ومش هدايا همشي ولا يتم استعمالها بما فيه الكفاية في إدارة الشؤون بالرغم أن الملفات الكبرى وحتى بعض الصفاقات من المفروض تتعدى عليها تفضل هي من المفروض كونه تنسق بين الهيئات الرقبية من المفروض في الهيئة الرقبية طبعا هي تحت سلطة رئيس الحكومة رأو للتذكير كما زاد عنده صلاحية أخرى لكن ما عندش علاقة مقاومة الفساد اللي هي الموفق ليداري حسن الاختيار وتحسين أوضاع الموفق ليداري تضرب ربعا بعض الثور يزم يرجع ويقوم بالدور المتاع ويزم يكون رئيس الجمهورية مقاومة الفساد مقاومة الفساد في أي آليات أي تدار نعود نذكر كان ديما نذكر في كل معنى ما نحكى البرنامج رئيس جمهورية يزم يكون وفاق ويزم يكون متفق جدا مع رئيس الحكومة لكن نحكي على لبير السيناريو الأسوأ لقد الله كانت تواصف كانت تواصف كانت تواصف في التشريعية لقد الله اللي تحكي عليهم ما في يختارهم وذي ويرد وصائر على ما يعودش يصير إن شاء الله ما يصير لشما على كل حال واحد يتوقع لقد الله هدي لن ساعتها وقت ينجم يحكي مع السيد القضاءات ومع الوكالي العامين رئيس جمهورية بتحت الأجهز تحت دي إذا فما تعليمات للأمر الخضر بالمناسبة توره فما تعليمات للأمر في بعض الملفات ما تعملش مع القضاء إذا فما أي تعليمات مثلا سمحني في تونس حب تزرب في تونس حب سمحني تضرب معنا استقلال القضاء هو تحرموا السلطة الحقيقية متاعوا القاضي يروا في بيروه السلطة مثلا معنوية السلطة الحقيقية شنو كانوا يستلفون ويأذن وليبعث مكتوب الناس أقوية أسلك نشيطة عندهم السلطة عامة هم اللي بشي ينفذون القرارات وقف لي فلان فاللي بطاقة جلب معنوية تستقل سنتقل فلان فتش للمنزل فلاني أحجز لي كده هذه قوة الحقيقية عند أجهز الأمن اللي صار معناها بعد ثورة كونه في كثير من القضاء أجهز الأمن ما تحركش لأن السنة في تعليمات سياسية أو ربما جاءتها تعليمات سياسية ما تتحركش ملف هذا رئيس جمهورية مش مش قطي تفرش الموضوع هذا إذن قد تكون انتظاما لتعامل الأمن كجهاز ولا كذراع لتنفيذ الأذن القضاء تعاونوا على هذا هذا قصد أقول لك هذا ميز مش يصير وميز مش يكون العنوين وميز شاء الله لكن لو لا قدر الله حسنة في الوضع هذا مش حتى الأمن معناها الأمن يأدمله مباشرة أنه ملي تحت سلطة رئيس جمهورية معروف معجزة تحت سلطة رئيس جمهورية عند الاقتضاء لقدر الله القضاء يضرب وهو سلطة نص على استقلاليتها الدستور رئيس جمهورية يتدخل مش مكتوب إذن نقولك فيه روف الدستور أما هذا المنطق السليم إذا لقدر الله نهار لغلبية تطلع أغلبية معناها لا تحترم لا دولة ولا قانون عاجبك وضع القضاء النجم عندي حتى فكرة النجم نعطيك مثلا تلخيص للي قلته سيمو حمد تلحلي تقول لي في حال اعتبر رئيس الجمهورية أن هناك تهديدا على الدولة من خلال قوة قد تخترق القضاء ولا قد تخترق مساء مؤسسات الدولة ولا قد تمنعهم من العمل ولا قد تمنعهم من العمل يتدخل رئيس الجمهورية لي هتنقول معاضدة الجهاز التنفيذي للقضاء مثلا وكل 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 لم تنفذها لقد لا أجهز أخرى ولا تمنى ذلك نعود قاعد يقول محمد عبو إذا كان دخلتنا غدوة الكرتاش سأكون حارس للمعبد هذا ما قاعد تقول وأنا ديما نستعمل عبارة رئيس جمهورية في زو سورة 2014 راه موش تعمق قبل الثورة وراه بالضبط كلمة حارس ديما نستعملها الحارس الأمين طبعا عنده دور مهم جدا كان ينجح في العلاقات الخارجية قداش فما انعكسات على مصلحة الاقتصاد وعلى وضع الاقتصاد للجميع إذا أكيد وكان ينجح طبعا زادا في حماية الأمن القومي زادا بشكون فما نوع من الاستقرار في البلاد يشجع على قدوم أكثر سياح على قدوم أكثر استثمارات فعنده دور حتى في جانب الاقتصادي لكن بش بشكل مباشر عنده برشة دوار هو الحقيقة ويتدخل في الأزمات أما الفكرة العامة اللي حبها الدستور برئيس جمهورية هو الحارس الأمين للنظام الديمقراطي الحارس الأمين للدستور والذي لا يمنع المساس به والذي هو يشد بملفات ذات أهمية قسوة الموصلة العسكرية وما أدراك الأمن القومي ما أدراك مربوطة بها كيان الدولة بيدة وصورة تونس عادل وصارم عادل وصارم طبعا عادل وصارم والأصل هو كونه يكون عادل المشكلة الوحيدة في السرامة إلى أي مدى ما كتعرف سرامة نجم تبدأ بيس آية فضل قوانين موجودة وانا رأي مش نحكي على الدم ولا القتل ولا غيرها ما نحكي لحد الأدنى اللي بيش تكون فهم دولة تحترم روحها دولة تحترم روحها رأي لا تسمح مثلا اليوم نجم فهم ما في التفاسات في المستوى السياسي أنا شكولتك رأي جمهورية قلتك نكون في السلطة ما إيش لاي بيش كونه السرق وشكونه براكا رأي بالصلاحية وزير الداخلية ورئيس حكومة عندوش داخل رئيس جمهورية خلافة المقعدين يقوله البعض لكن المساء اللي عنده علاقة بالأمن القومي رأي مهمة أنا ندعي كونه من بين المساء اللي عنده علاقة بالأمن القومي هي كونه السياسيين يمدوا داهم للخارش وحتى العلاقات المشبوهة بين السياسيين وبعض أصحاب الأموال تدخل في باب الاهتمام بقضايا يمكن تطلعت مسب الأمن القومي حتى الشبهة الجدية رأي تسحق اهتمام هذه ملاشية اللي رئيس الجمهورية لا يمكن أن يسمح بها في تونس ونحب أن نقول لك حاجة سياس لا تستهيلوا بالملف ذا رأوا نهارتي أنت خلص من الفساد السياسي اللي بقيها لكلها مقدور عليها تتحسن الشهريات متع كبار المسؤولين وطالما دي العام بتبيعت يكون شاريته أحسن بكثير وطامي مدشي دي وحتى كالمديديه يعرف فما أجهز في أي لحظة تنجح بتصله ويعرف فما قضاء وفما دولة محترمة إلى خير ستتحسن ظروف البلاد نهارتي نتخلص لدرجة كبيرة وما قلتش نقضي عليه خطفهم حتى دولة فرعان نقضيط عليه من الفساد المستشري أما نضربه بيد من الحديد الفساد السياسي رأوا هذا اللي ضرب البلاد الملف فاترين موجودة اليوم هل تتعهد بيه أنت هذا متعهد بيه هذا في برنامج الانتخابي ليونشط طبعا هالثنين وأنا سبقت من القبل من البداية قلت رأوا من أهم النقاط في حماية الأمن القومي طبعا الأجهزة قاعد تخدمه وتدربت أشهر سنوات إلى أخي وتحسن أدانا جدا ووضع دولي إلى أخي ونقضي عليهم وننجحهم في مششكات أما في موضوع الفساد السياسي حتى حكومة ما جاءت بعد الثورة طبع برشة حكومات قامت بدورها شوية برشة وضع ورحة على الفساد وأسمع على الفساد نوضح قلت في مقاومة الرهاب الحكومات كلها بطريقة وفي أخرى قامت بدور الماء في مقاومة الفساد ما فماشي كون جاء قاوم الفساد السياسي معناه السياسي عفوا ما فماشي حتى طرف منذ حصول الثورة نال عيوز الشهد يقول أنه هو من المترشح يصف الشهد ورئيس حكومة على انتدار ثلاث سنوات يقول أنه كان من أولوياته مقاومة الفساد لا مش على يقول الناس كل قادة تقول في تونس أقرب الميكروسي محظم ناس كل قلت أنا مش على ذا وتعرف في مايه 2017 كيف يدعي حملة ووقف أحد الأصحاب لموالي اللي نعرف اللي هو محمم السياسيين ولكل خرجنا نحن قلنا شاكين لكن على كل حال خلينا مشكوكم تعنا خلينا مشكوكم خلينا مشكوكم تعنا الراجل هو تقريب الوحيد مش تقريب ضد فساد معناها مدة زمنية قسيرة هل أنتبع وإذا أعملها بالفعل هذا لسان يجب أن يكون زعيم معناها خطر قبلوا ناس ثوار وسادين سجون ومناضلين إلى خير ما عملوش شيء هذا جاء حد جون كسر القواعد لكلها راي مش حكيت نضال حكيت نضاف قلت بلك شهير الله شهر معناها ربما يتكون في مدرسة معينة في الخارج نحن بيعمل السلاح أخي أخي طبع بعد شهر بدينا نشكو الحقيقة رائدنا الخاص في الطيار الشاكين من الأول أما مش هذا لازم يقوله للرائد العام طبعا سارق البيب الدار وكي يطلع صحيح راني والله بالفعل سلياس راي مش مسألة شخصية معناش ثموح نجم نقول لك جاء جاد الرجل أن نوقفنا معه مو جاد وأصلا أكثر من هذية حوله هو بيده وكثير من شبهات نحكي على بعض المساشرين اللي حولوا حولهم بعض كثير من شبهات الفساد أحنا بدنا ترحطوكم تحت المجهر كسلطة رابعة ونشوفوكم غضوة جديين ولا لا في الخطاب هذا اللي فيه تعاهدات أمام التوينسا محمد عبو سؤال على الطائرة مش مهم ياسر ما ينجمي تسئل عند التوينسا وماشين شوية خلال البيبيستي ورجعين نحكي على برنيومجك الانتخابي سامي عبو زوجتك مقدمة نفسها وقيادية في طيار دي بقراتي مقدمة نفسها في التشريعية غضوة إذا كان أنت فيه كرتاش كيفاش نعمل تولي سامي عبو موجودة في البرلمان وانت موجود في الرئاسة وتسئلك هي أمام البرلمان وإلا كسيدة تونس أولا هي تستقيل من خط التشريعية الحمد لنصلح حاجة بارك رأي جمهورية في دسورة تونس لا يسئل من البرلمان إلا في حالة معاين بتاعتها جاوزات إذيك ولكل ونمحكم لكن المدعوة تمشي في بياناتك المسائلة تسير نزعات وترد ويردوا علاها ويتهموها وتجاءوا برئيس جمهورية بعدها بعيدا للصراعات معناه حتى يمشي البرلمان يقول كلمته ويرابو حتى حتى ما دام عبو تقول كلمتها تتلقى فرصة وتخافش عليها أي دونك مخرا هذا سياسيا هل هي مدعوة غدوة بقى هذا بطبيعة الحال نتمنى لك النجاح إن شاء الله تخرج لكن سيناريو مطروحة هل هي مدعوة أنها غدوة تتخلى على دورها السياسي قد لا ما تلعش بش يكون في المعارضة طيال هذا توجه متعوة في المؤتمر متعوة في المجال السلوطنية فبالتالي وقتها بش يكون في المعارضة ودوه رجل رئيس بش هو أصلا حزبي كانانا نكون في الرئيس الجمهورية ويختار المعارضة مناشا بش تبقى فيه معناها وده يقول طيالهم روح قبل التصويت ليه معناها كمرشح بش يكون واضحينها وتصور الدصور التونسي للرئيس روح بعيد على النزاعات وصراعات الحزبي نمشو مباشرة الآن إلى البرنامج الرئاسي وإلى القرارات مثلا البعض يتسائل ديما ثلاث قرارات سريعة لرئيس الجمهورية فيها تنقوله المئة يوم الأولى ليه كان غدو أنت في كارتاج ما هي قراراتك السريعة سي محمد والله أنا ديما مصر على جواب جواب المد اللي فات وبرشا ينازع فيها مئت واتصالي أنا مصر عليه روح متجم تسير ما تكسب الثقة متاع الناس اللي عاونوا فيك ناي بي دونك الفريق متاعك في الرئاسة قبل كل شيء وبتبعها بقية الوزراء أو الوزرات وخاصة طبعا وزارة الخارجية وزارة الدفاع وأولهم طبعا هم اللي معاك في القسر أول شيء الساعة يلزم اللقاءات وتوضيح السياسات والتأكيد على الولايات تبقى لده صور والقرون مش مشكلة من المفروض أنه المترشع عنده تصور لبعض القرارات السريعة هذا من ناحية الساعة دي نحب نقول لك هذي أول شيء اللي حبي نجح وذي كل ما نسل على أي مسؤولية نقول لهم ما ذي قبل كل شيء وأنا ما زلت مقتنع بذلك اثنين طبعا إذا فهمت محكمة السورية في البلاد رأي الجمهورية عنده أربع رأيز معينهم هنا حتى المعايير متع تعيين الأربعة في المحكمة السورية راني موجودين في برنامج انتخابي اللي ننشر منها الاثنين نحكي عن المعايير متعامل الأقدمية ذيكا في القانون لكن يعني بعض المواصفات موجودة الفهم وطبعا قايمة على الكفاء غير المحكمة السورية هو أعلان اتفاق مع رئيس الحكومة في جملة المسائل اللي تتعلق ويرا قلت اتفاق ومسرع للعبارة في جملة المسائل اللي يتعلق برئيس جمهورية وثيقة حكم في المجالات الثلاثة ووثيقة حكم يعطيك الصحة في الجانب بتاع التعامل ومتعها متيلة خمس سنوات حب نعلم ما تنسى راهو رئيس جمهورية ورئيس حكومة كان واحد منهم فيه خلل لا يحترم للدولة لا القانون ولا يحب يتجاوز صلاحية الدستورية راه البلاد تضرب راهو لقد الله ما يحطوش اليد في اليد دستور مع بعضهم رايبش تضرب وثيقة حكم لكن سيمو حامد هذا النجم يخلق أزمة مباشرة وفي الأيام الأولى والأسبوع الأولى إذا كان السيد هذية ولا السيدة هذية تكون من عائلة عندها اختلاف تام في النظرة السياسية للسياسات الدولة كيفاش يقول لك ما نصححش معك أنت رئيس الجمهورية كن في صلاحياتك الدستورية وأنا رئيس حزب ولا طالع هو تصحح هذه مسألة شكلية مسألة الأعلان على السياسات نبدأ بالنقطة بعد نرجع لك الموضوع منزر بو شوي مسألة للسلاحيات في المجالة الثلاثة أنت سمعتش في الخمسة سنوات الفارطة أشكون جاء قال هاي السياسة العامة يا رئيس جمهورية الخارجية لا عمرو ما عملها سيباش ولا عملها بينه بين رؤساء الحكومة الأخمين أو رئيسة الحكومة نحنا ما سمعنا شوية ولا أنت كسرح ما لحقيقة بقتل المشرع يقول لك يجب أن يكون عندك سياسة عامة تستشير فيها رئيس الحكومة معناها راك يجب أن تعلمها للتوانسة إيش ناجب تنحي منها ناجب تنحي منها بعض النقاط اللي ممكن تنسبل أمن القومي ممكن غير ذي رو ما فهمش على شو نحام الشعب التوانسي من حقه كانوا يعرف تمشي البرلمان زاده وتقول له هاي السياسة متاع في المجالات الثلاثة وقد استشرته سيد رئيس حكومة وروا هذا هو اللي خرجت به هذي رو مهمة في المجالات الثلاثة قدام التوانسة لكل هاي السياساتي حتى تكسب نوع مشاريعية مع النواب النواب المحترمين طبعا بقعت عن نظر أنت ما الحزب أنت صيح طوال رئيس جمهورية معاش تحت حتى حزب تتعطي باوس لا تحكم أنت تتعطي باوس لا تحكم في ثلاثة مجالات فقط أغلبية المجالات اليومية رو مش عند رئيس جمهورية أما أمن قومي دفاع سياسة خارجية راني شورة سيد رئيس حكومة هاو القرارة لتخذتوا في الأخر وبلغتوا الأعلان عن وثيقة حكم تتلغم وثيقة الحكم هذية هي موضوع الاتفاق ممكن يخرج الأعلان معنا عرفش هذيك طبعا يا مربوط برئيس حكومة لأخيري تجيبش أسوأ ما فما لقدر الله أغلبية التوانسة صوتونا الأغلبية كارثية نحنا ننصفوهم مهما يكون هذي مطرقة وشتعامل معها تقول له هاو دسورنا وشقال وراني كل شيء نجم تسمح فيه إلا المساس بالدسور وإلا المساس بصراحياتي وغير هذية لا تمثلي إلى حقوق إنسان ولا تجعل السياسة معنا الفساد سياسة بتاع دولة واتفاق مستمر بيناتنا في المجالاتنا معناها وتشتغل بالسياسات اللي أنت تقررها وذي أنت حرفها طلغ لبي طلعتك أنت بالتسيير اليوم أتتنزوز نقاط المحكمة دستورية والإعلان عن وثيقة تناغم أو حكم مع رئيس حكم وزدتك النقطة أخرى مش على التناغم وزدتك على نقطة أخرى أعلان السياسات العامة لرئيس الجمهورية في مجالاته الثلاثة بعد استشارة رئيس حكم يجب أن توجه إلى البرلمان ولا شعب تونس ككل هذا بشي خلي نوع من الشفافية ونفهمه تقريبا البوصلة اللي ماشي فيها رئيسة الجمهورية وهل أنه فما تناغم وهل أنه فما زد كذلك يتنقول هل قادر رئيس الجمهورية أنه بخلال الأغلبية يكون السياسات هذه العامة يتم تنفيذها به هو من يلفظها رئيس الحكومة نعم فسانا رئيس الحكومة به كيف يبدأ هو الوضع السوي أن يكون عنده أغلبية سيمو حمد جستما في علاقة بسياسات الأمن القومي ومقاومة الإرهاب ما هي موقفك ما هي عقيدتك ما هو قراءتك لمقاومة الإرهاب طبعا فما الجانب اللي يعني الأمن القومي مباشرة أنه هو مقاومة الظاهرة بعد ظهورها معناها نحكي ولا ظاهرة ظورت معناها بشتقومة ظاهرة إجرامية مش الاحتياط والوقاية تنجيها الموالي الاحتياط والوقاية رأو أهم ومهم جدا أما فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب بسلت نؤمن بالقاعدة اللي هي العنصر البشري العنصر البشري اليوم في تونس مضروب رأو مش للموزيد العنصر البشري مضروب في بعدة اعتبارات الاعتبار الأولاني ما تجمش واحد تعطيها أسرار الدولة وقضايا كبرى ويمنع ربما بقرار بحكمة منه ونجي يمنع لك حياة ناس واختصاد ومصير بلاد إلى خيره نجي بشي يخص كل مواطفي لكل أنا من نوع اللي نحن ديما نعتقد في مسلم المواطفين يخصوا كثير من غيرهم هذا يرى مهم اثنين مش مش مجعولة هناك به علاقة نحكي عليك العدلية الموجودة في القرجاني والتي هي معناها تبحث في أبحث عدلية حتى ديك تقوم دورة استخباراتي أنا را ناس هدوهم بالذات يزم يكون وضحهم أحسن بكثير فيما يخص سواء وجوره وما تسهينش بمسالة دية راي ذات بال وذات اهمية قصوى فما ناس ناجم حتى تبيع بلاد لها قد الله في ظروف سعيبة حال تسايف البلاد وفي وضع مادي سيء انا ما نسمحش كونه يعيشو هالفقر ولا الترسانة التشريعية ما بجيتش راي ما زلت في النقطة لولا نحاول ما نطولش فضل حاول ما نطولش نحاول ما نطولش دونك العنصر البشري والاهتمام به العنصر البشري والاهتمام به زيدا حسن اختيار العنصر البشري رايز الجمهورية عنده دور فهرية عند علاقة بالسلسات العامة فيما يتعلق بمقاومة الارهاب والمسالة يتعلق بحماية الامن القومي زيدا حسن اختيار الاشخاص يرجع المنطقة السرية عندهم القدرات على التبادل للسخبارات مع الدول الأخرى ضربت الحكاية ذي بعد الثورة حب نعلمك رايز ضربت بعد الثورة إذا ما ترجع خدك يتعطي معلومات يعطيوك معلومات ياثقوا فيك تحمل أسرار تحمل المعلومات اللي عندك في تصوري هذي بشي مكنك من البرشة معلومات راي مهمة وتفيدك امكانية مادية غير اللي يخذوها العوان معناها كأجور وكمنح راي امكانية مادية كبيرة زي ما ترسل للأجهزة هذي إذا تحب تحمي بلادك راي تسحق وميش غال يا برشة راي راي مثلاً هذي طبعا في جينب يتعلق بالامكانية البشرية امكاني يقول لك امكانية البشرية امفتاح في علاقة بقية الأجهزة تبادل معلومات طبعا دي ما تحت شراف سلطة سياسية وابعادها كل البعد راي نجعلها خط أحمر نهات يكون في السلطة ما متكون ظروف خط أحمر ما قالت التنازع الحزبي على مواضيع تعالق بالمخابرات كيرثة بكل المقاييس كون حزاب سياسية تحشر الأنفها في مواضيع تعالق بالمخابرات بماذا يتعاهد محمد عبدو في حال أصبح رئيس مثلاً وكالة الاستخبارات تحت امرت رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة لا رئيس الجمهورية مش خاطر اليوم منا مرشح رئيس الجمهورية كان راي هذا في الدستور كان راي هذا في الدستور ما ننصتش عليها قالت عبارة الأمن القومي خلت على تلاقي شيء ما يمنع اليوم كانوا يتعمل القانون أساسي يحدث جهاز جديد لهو جهاز مخابرات يخذع مباشرة لرئيس الجمهورية وراءه جهاز المخابرات هذه زادة يكون فما واجب أعلامه بالمسالة التعلق بالأمن القومي أما ما يمسش ببقية التشكيلات والهياكل اللي عنده علاقة بالأمن القومي واللي هي تعرفوها الناس وكل الإدارات العامة اللي موجودة في الزرد داخلية الرشاد اللي موجود في المناطق عند الشرطة عند الحرس غالط اللي يجي يقول لك هذي سيحل محلهم بالعكس يزم يتعامل مع بعضهم الكلهم ومسألة تعدد المصادر المتالي معلومة رأي قاعدة ضرورية لحماية الأمن القومي في تونس وعمرك ما تحطهم الكل في جهاز واحد محمد تعرف اللي في علاقة بالإرهاب يتم استصدار في أكثر من فرصة أحكام بالأعدام انت معه أو ضد تنفيذ أحكام الأعدام تونس لم تنفذ أي حكم أعدام منذ زوز قضايا اللي هي قضية سفح نابل وبيب سويقا من الوقت ذلك بداية السنة لم تنفذ أي حكم مش كوني جاي طارح اليوم تنفيذ حكام أعدام وحاجة ثانية أنا معاش حاب نحكي ياسف تفاصيل متى موضوع الارهاب رأوا فما ناس مرضى وفرجيل بسيكولوجيك مو الاخيري كانت تعتقدك أن الردع العام يتحقق بعقوبة الأعدام مراك غالط تماما إذن أنت تضطع أنا في كل القضايا بتبعتي ضد الأعدام مهما تكون الجريمة ومقتنعة برأيي ونعود نعطي للناس إكزون باديما نضرب به فما إيران مثلا أعدام تهزم خدرات إيران اللي يهزم خدرات يهزم هز السلاح يوقف البوليس يتير عليه نهارة اللي نعملوا قانون كم هذا بش يموتوا عوين أمل وتتاتم عائلات خاطر طوى على أقل الديما المؤبد يقول لك بلك شي نخرج غودو مهز السلاح معاه غودو يولي يحاوسك بسلاح هذي معاش نجم اللي يعتقد كونه الأعدام ينقسم جرائم روغارد في تونس كنتعمل الأعدام روغم يزيد الجرائم بالعكس سي محمد بالنسبة رئيسة الجمهورية رئيس الجمهورية الأسبق المغفور له خالها مشروع مشروع هذي يهتم بالحريات الفردية وتحدث على موضوع حساس هو المساوية في الميراث أنت كنت واضح يذولي في الموضوع قلت الدستور واضح أما نسألك كمام خطرت ومعاش نعرف وليدك ينسأل يقوله ليش بيك سألت وكي ما نسألش يقوله ليش بيك ما سألتش بو لا 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 ها ليش سي محمد أنا اعتبرت مثالش 30 ثانية أنا خم الوقتك فما تكامل كمام ما بين الفضائيات الأعلامية إذا كان متراشح جاءوا على الموضوع وصح صلح صارت الفيدة للمتر للناخب لكن مثالش نعود نسألك المساوات في الميراث أنت تتكلمت عن المساوات كاملة في الدستور لا المساوات في الميراث لدينا رأي فيها بالعكس هو ودو ما تكلم سيد باجي قال سبس 2017 بدنا رأينا في المبادرة وقلنا رأوا هذين مبادرة متابقة الدستور وشي بش تكونوا ضدها أما جبنا له فكرة أخرى واختنع بها واختنعت بها الكوليب على الأقل قد مزوز برامج من بنا برنامج ندعي وكان هو متعجان قائم حياته هو حر ويبشيوا الناس يختاروا علاش يتعاركوا أنا يظلي فم ومحافظين نحترموا هذا رأي ومشاء الله نجم نقر أكثر منكم الناس أما نحب نعلم تواصلوا أغلبية اللي في حملة ضد اللي مع المساوات رأي الاعتبارات سياسية اش قولك انت مثلا واحد يسيب لحزاب اللي هي مع المساوات الكل يسيب حد سيباجي قد سبسي وحزبه ووقته ربي يرحمه ويركزك مع الطيار زدونك المساوات مش ايديولوجية مسألة سياسية فهم أطرف معين حبي يضربوه شذور هم ممديني نحنا نقول لهم إن شاء الله ربي يكبرنا فتاعته لهم حالة وإشاء الله اللي يكون منتزم بأخلاق لسامي يتزم بأخلاق في المساوات اللي تعني شأن العام مثلا في المال العام يسيس المال العام ما يبتزش ما يكذبش على العبات ما يشواش هذه مثلا قيم نبيلة مثلا أنا نوم به نتصور كنت نوم به معظم التوانس يصلي وما صليوش مديني مش مدينين حتى ما نعرفش كنت نعملها ولا على كل حال يؤمن به ماذا بيه اللي يحكي برش على المساوات والقضايا السياسية نبدأ وساعب المسألة الأبسط اللي هي أخلاق الإسلام في حياتنا اليومية وخاصة في معاملتنا مع الآخر خاطر بينك وبين لخلقك هذي كمسألة معناية حرفة وحنا نحكيو على معاملتنا مع الآخر نحكيو زادا على الدبلوماسية التونسية واللي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية المباشرة أنت أي عقيدة دبلوماسية بالنسبة ليك سيمو حمد كيفاش تنظر تقول لي أنت غدوة أنا مع رئيس حكومة مش نعطيه التصوري وبش نوريه وبش ننشر للتونس أعطيني خطوط العريفة تواصل متع فكرة معينة متع دبلوماسية لا تدخل في محاور أنا لأني هي مشكوك فيها شوي تاريخينا ما يسألش حيث المبدأ لا تدخل في محاور وعدم الحياز والمسألة ذي طبعا ذي سيبقى لكن فما شي جديد اليوم من العيب كون نقوله ما نجوش نمشو فيه اليوم رأي تونس قاعدة تفتك من 2011 مش اليوم قاعدة تفتك في مكانة معينة بعد ما صارت فيها ثورة حلت وفقهم تع نظام ديمقراطي في عالم معناها وفي فضاء معناها ثقافي معين مش معروف عليه كثير لها اهتمام بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية فولا عندها اليوم تونس أنصار برشا في العالم لدى السياسيين في العالم لدى الصحفيين في العالم لدى المجتمع المدني في العالم هذه من المفروض اليوم تونس تستفيد منها ما تقولش لا هذه حدث عادي لم تكن الثورة تونسية حدث عادي الديمقراطية تونسية أهم ربما هذه العبارة يتعنيهم أكثر في الخارج تجربة فريدة من نوحة استغلالها في كون نكون عندنا أكثر مكان وأكثر كلمة وأكثر توانسا في كونهم بلايز زادة في منتظم أممي في منظمات أممية لأخيري عن مستوى الأفريقي زادة هذه رأي مساء ترويج للماجدومار كم تعطونس قصد ترويج للماجدومار كم تعطونس صراه ممكن وسهل مقارنة بالليكان طبعا قبل الثورة نكن نهار كل الخنقين وعلى حقوقها سانو غيرها طبعا عاش عنا لشكالية هذه طبعا ذي زادة يقتضي تضافر جهود برئيس حكومة رئيس جمهورية والكل كيتقاوم الارهاب زادة تولي عندك مكانتك مش نهار كل إذا رفيك الارهاب وانتي تحب تكون عندك وزن ما تكونش كيتقاوم زادة الهجرة السرية وتنقص من الظروف ساعة لتخلي أولادك يهاجر وعلى كل حال تحمي زادة حدودك ماكش سايب أولادك زادة في الحرب شيموتو قتل على ضرر غير الغرب انتي بيتك سترضي نفسك خطر هذه مسؤوليتك الصورة هذه زادة تعطيك صورة بعد دولة محترمة ولها مزدقية ما غير مزدقية هتنقل عمليين أكثر خطر هذه زادة ديبلو مصين وهتنقل عمليين أكثر الملف الليبي مثلا أي موقف من الملف الليبي في 30 ثانية نعرف اللي قاعد نتعصف عليك عندك الحق أنا نقول منذ سنوات مش ملتو أرجع تجيلاتي حتى في قنوات ليبية من أوكد الملفات بالنسبة لتونس هو الملف الليبي من العديد الاعتبارات التاريخية وللمستقبل تونس تتحل مشاكلها الاقتصادية نهارة الأشقاء في ليبيا يتجوزوا صعوباتهم ويعملوا نظام مستقر ويبنيوا في طرواتهم ما عندنا حد شي كان المفاوضات تسهيلها تقريبها تونس ومكانياتها اللوجستية البلاد بيدها ترابط تونس على ذمتهم يتفضلوا ويناقش ونحن نبقى المحاور الذي لهو مزدقية لديكو للأطراف عنده رايرة عنده مزدقية مش معناه مش كون أمع بين الشرق وغرب اللي همنا في نهاية لمر ندفعه في اتجاه كون يكون فما موقف دولي موحد تنقص السراعات الإقليمية اللي موجودة في ليبيا وهنا هذي كهية تونس نحكي لك عليها سلياس اللي ولا تتفك بلاستنا ولا تتسمع أما كان في الظروف اللي نحن فيه السورة اللي عنا اليوم رأي تصعب علينا دونك زينا نحسنوا سورتنا بيش حتى كين فوضوا في الملف الليبي مع قوة أخرى قادة تأثر لسور الحد في ليبيا على الأقل السورتنا يكون مسمو المحور الخليجي بش كون سؤالي لأخر ومبعد مشوا المواطنين المحور الخليجي طبعا دي ما نحلموا كانوا أشقانا في الخليج نهار يهتموا بلاستمار في تونس ست مراتهم ضعيفة جدا مبيلني مراتهم سعودية وقتر كفش أول حاجة مهما تكون التكل البلاد ذي ويتمنون زادة في القضايا الجدية يقون معهم أما سراعة ساعة بين أقابين معناها قوة متسارعة في الخليج يحبوا يجيبوه هنا رأينا كونه يزم تتحل المشاكل اللي تصدع لي في مجلس التعاون الخليجي بين قطر وبين بقية الدول هذا رأينا ندفع فيه هذي موضوع مرتبط معناها بتطورات مش توبش نجم نفتي في الموضوع ذي أما الثابت لا ندخل معها زيد ولا معامل أما يهمنا ومصحتنا الاقتصادية أنا كناقى سوق في قطر رأني يصدر كناقى سوق في السعودية رأني يصدر ويزمي في مراهدية سيستنا ويزمي في مواخد رأينا ويختيارنا بفهم حتى نقاش في الموضوع ذي حاجة أخرى لا للمحاور رأنا تونس ما نجموش ندخلوا فيها مهما تكون الظروف ومهما تكون الغرائج هات المواطن يسئل تعصفنا زادة حتى على المواطن المستمع لخطر الوقت لدهمنا أحمد خربوش المواطن يسئل المواطن يسئل مرحبا سي محمد برشا سلامة حاول باختصار شديد هل هناك تنسيق أو انسحابات أو دعم العائلة الديموقراطية الاجتماعية خاصة فما كلام على تنسيق مع الياس فخفي خلوص في المرايح ما عندي حتى تنسيق في الموضوع ما عندك حتى تنسيق كنت مخلص لأفكار وسياسة المرزوقي كيفاش نجم تقرأ الناس بالقطع مع الماضي وانك حامل لبرنامج وافكار تنويرية وسياسة حدثية سي موصف المرزوقي وقفت معا في سنة 2014 وقلت رأي المقارنة بينه وبين مرشح آخر أنا ندعيك سي موصف المرزوقي يكون في السلطة لاني قال بعد السور ما صوتلوش وقفت معا على اساس كونه يمثل مشروعي وانما على اساس كونه لا يشكل خطر عن نظام ديمقراطي به سؤال في ثقافة مدير محمد الفريني مدير قاعات السينما هو اللي يسألك قلت في الحوار تونسي أنك مغروم بسينما أما معادش مغروم بقاعات السينما تصريح يذكرنا بالتشويه متاع بعض المحافظين والرجعين لقاعات العروض في وقت السينما ترجع بقوة ورقاعات في 2019 تستقبلنا قريبا مليون وتفرج هل من توضيح حول موقفك من قاعات السينما سي محمد حملان هل يمكن المؤثر العسكرية أن تتطلع بدور اقتصادي وتنميوي وكيفاش لا تنميوي الراء كونه مشروع واحد كيما رجيم معتوق النجم وفهم مكان ما في الجنوبي نجم يكون كيفه كيما رجيم معتوق هذا نجم نعمل في استثناء ويزيد يدخلوا معهم مدنيين ويشرفوهم العسكريين كيما نجحت تجربة ديوان رجيم معتوق نجحت عمل أما في غيرهم ويش دور العسكري سمحني قائم ينظف الوديان في حالة الضرورة وفايضانات وصعوبات إذا كواجبهم تصدر لهم تعليمات فينفذونها آخر 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 قرارك بيعطاء يوم السبت كيوم راحة ثاني وقت اللي كنت على رأس الوزارة من دمتش على قرار هذيه؟ هو تنفذ هو تعمل العمر هذيه بعد ما اخرجنا بتفشور بالمناسبة لعملوا اللي بعد مش عملته هنا أمانة مقتنع بيه تمام الاقتناع وتثمينه وتسعين في المميين من الموظفين وقتبوا يفقوا عليه واليوم بسحيح أما رأوا الغلطة صارت في كونه نهار الجمعة ما فماش رقابة حاجة ثانية اللي متقلق من العدد هاي نهار الجمعة العشين مشوش رقبهم كيفش تحبوا يقعد في بيرو وهما كانوا يحضرون لها الخميس نختمو 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 مالا بكلمة باركة اللي يراه كون المشكلة في الأدام بتاع الإدارة هو كونه عدد الساعات حب نعلموا عدد الساعات ما نقصش فيه حتى درج غالط اللي قالوا لكم لو نقص عدد الساعات ما نقصوش عدد الساعات خمسة أيام كما ستة أيام عدد الساعات السنوي الفين وواحد ساعة شكرا لكم شكرا لكم عبو برك الله وفيك